نهاردة السؤال أنا كنت سأله الكابتان أحمد عبد المقصود حسيت أن أسوريو بدأ يقول بدأ يقول عشان أدقي ألفوظي بالضبط هو يعني خلينا نقول إنه هو من ماتش الجيش لما بدأ يحط فتوح شوية الطريق دي بتستمد على اللعيب اللي بيقدر يعمل دورين وثلاثة ففتوح من لعيب الكرة فهتحطه في النص شغال هتحطه في الدفاع بيعرف يقف فدي فرقت معه شوية ومع الوقت اللعيبة بتقول ولكن خلينا نقول برضو نقطة يعني تخوف جمهوري الزمالك من الطريقة دي فيه بواجهة فريق عنده سرعات وكذا كان الاتحاد من الفرق لجمهورية الزمالك برضو ممكن يكون مقلق منها فريق هجوميا قوي وكل حاجة ولكن الاتحاد النهاردة ممكن نهى المباراة كويس بس ببدأش مباراة كويس وخصوصا الاتحاد بقاله فترة كريم ممكن آخر عشر مباريات الاتحاد خسر سبع مباريات اتفاز في لقائين وتعادل في لقاء نتاج الاتحاد حتى كان فيه غضب منظران على اللاعبين بقالهم فترة بتحسش ان الاتحاد في افضل حالاته صح التخوف اللي عند جمهوري الزمالك من اداء الدفاعي ممكن اداء الدفاعي بتحسن شوية بعوضة عناصر زي المسلوسي خبرة كذا كذا ولكن خلال نقول ان الطريقة ما تحسنها ما زلت فرقنا لم تختبر لم تختبر الاختبار الحقيقي قدام فرق عندها سرعات عندها كذا يمكن الاتحاد كان مرشح لده النهاردة بس ما عملوش في كل مباراة يلعبها الزمالك مع اوسوريو تسأل جماهير نادي الزمالك ماذا عن مباراة الاهلي مليون المية هل هتعمل كده قدام الاهلي في الحالة الجيدة جدا اللي فيه الاهلي الحالة الجيدة في الاهلي وفكرة انت تلعب بقى ومدافع قلب واحد واجنحة والدفاع وارتراجع وتغيير المراكز والحاجات دي كلها ده بيشغل بقى الجماهير الزمالك بنسبة مليون المية وهل اوسوريو حيفضل اللعيبة مثلا هل النهاردة على فكرة هو لعب بطريقتين لعب بتلاتة وبعد التقدم لعب باربعة وده حنستعرضه فده ممكن هل هو الراجل برضو في لحظة ما ممكن انما بيواجه خصم مختلف لانه هو الزمالك المفروض في مدرات كتيرة زي الجيش كانت كان هو السوبرير هو اللي اقوى واللي بيدور فهل لو وجه خصم هو الاندردوج الزمالك هو الطرف اللي بيستقبل لعبة حيبقى شكل الفريق متغيى ده فكرة اوسوريو اللي حيجاوب عليه والفريق في المسابع حيجاوب عليه